من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن اليابان ترغب في استكشاف السبل توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المغرب وقالت خلال لقاء صحفي أن المغرب باعتباره بوابة نحو السوق الإفريقية وحلقة وسط بين أوروبا وإفريقيا يسخر بمؤهلات كبيرة في العديد من المجالات لا سيما في قطاعي الاستثمار والأعمال وأبرزت أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على جذب الاستثمارات مشيرة إلا أن العديد من المقاولات اليابانية ترغب في الاستقرار بالمغرب باعتباره منصة لتطوير استثماراتها في إفريقيا